تنفينا لمقاربة الحكومة في تعزيز الأمن الغذائي للفئات الهشة تعمل المندوبية الجهوية لمهوضية الأمن الغذائي على مستوى ولاية قدماغة على دعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال عديد التدخلات التي تشمل تعزيز الأمن الغذائي والمشاريع الزراعية وغيرها فيما يخصد تدخلات مفضلهم الغذائي على مستوى ولاية قدماغة بخصوص البرامج الاجتماعية التي تنفيذ مفضلهم الغذائي للحكومة هي كالتالي أهمها برنامج التموين الذي يمون 87 دكان موجودة داخل الولايات موزعة بين مقاطعات بلديات بحقيقة يمون المواد الأساسية المهمة بسعار مخفضة جدا كما تعرفوا هي القمح والسكر والزيت والأرض بأسعار مخفضة بسعار تقريبا 70% عن السوق إذن هذا بعد هم برنامج عندنا ومستمر مدى السنة يوفر هذه المواد لفئات الهشة الفقيرة التي تتمكن من شراء المواد الأساسية بأسعار في متناولها هذا برنامج الأول المرامج الثاني الذي هو أساسي هو برنامج التنمية الذي يساعد السكان في تثبيتهم وفي أماكنهم عن طريق دعم الزراعة ودعم المياه ودعم البيطرة وقد مكنت هذه التدخلات من دعم مئات المواطنين في مناطق مختلفة على مستوى الولاية هذه السنة الماضية مولوثة مفوضية 164 مشروع شاملة في مجال الانشطة المدرعي الدخل أساساً موزع بين انشطة التجارة وانشطة الغاز كما أنت أربع الغاز في الريف وكذلك ورشات الخياطة وكذلك ورشات التبريد وكذلك ورشات اللبن بالنسبة للشباب الذين أعطلوا على العمل من دعمهم إذن هذه المشاريع لانشطة المدرعي الدخل متعددة نحن نمولوها سنوياً نعدل في عندنا برامج متعددة أساسية وتمولها سنوياً إذن هناك كذلك برنامج التنمية الزراعي الزراعي المهمزة كذلك اللي هو يساعد السكان المزارعين في القرى الناعية واللي محتاجها للدعم والعون بالآليات وبالحماية حماية المزارع لأن هناك عندنا برامج مهمة وأساسية تمول هذه الحيقة هذه بعض الانشطة الزراعية وتدخل هذه المشاريع ضمن مقاربة وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم القوة الشرائية للطبقات المتعففة من خلال عديد التدخلات والبرامج الاجتماعية والتنموية شوق محمد فال لقناة الموريتانية مدينة سيري بابي